بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وله أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث وهذه الحلقة السادسة والأربعون والتي خصصت كل الحلقات هذه الحديث عن الحملة أو الاحتلال البريطاني لمصر وفي الحلقة السادسة والأربعين هذه أتحدث عن دخول مصر الحرب العالمية الأولى في حرب لم تكن لها فيها ناقة ولا جمل ولم يكن مصريون يريدون دخول الحرب فرضت عليهم فرضا كما سيأتي إن شاء الله تعالى والحرب العالمية الأولى مثال صارخ واضح ظاهر على تضارب المصالح الغربية وأنهم إذا تضاربت مصالحهم نسوا حقوق الإنسان ونسوا كل ما يترتب على انتهاكات لهذه الحقوق من مآس في واقع الحياة ونسوا قضايا الإنسانية ونسوا إذا وصل الحد إلى مصالحهم وقتل في هذه الحرب ملايين البشر قتلوا حرب العالمية الأولى وبلغ عددين قتل الحرب العالمية الأولى والثانية معا أكثر من خمسين مليون من البشر قتلوا في هاتين الحربين فحرب مصالح ليس لنا دخل فيها وليس لنا مصلحة في دخولها أصلا لكن المشكلة أن الدولة العثمانية دخلت الحرب ولماذا دخلت الدولة العثمانية الحرب دخلت لأنها ترى أن مصالحها تقتضي أن تدخل بجوار ألمانيا هذه الحرب وخاصة أن روسيا بدأت تهدد أراضيها وكان طبعا أن ذاك سلطان دحميد قد عزل وجاء بعده سلطان ضعيف لا يملك نفسه ولا لأمر الأمة شيئا وكانت حزب الاتحاد والترقي الاتحاديون كانوا يسمون في تركيا كان الاتحاديون هم المسيطرين على الوضع في الدولة العثمانية وهؤلاء الاتحاديون للأسف أكثرهم من الماسون ومن قليلية دين ومن الذين بعضهم ليس لهم صلة أصلا بالدين الإسلامي وهم عندهم عنصرية العنصرية التورانية التركية العصبية الشديدة التي بسببها أذاقوا العرب الويلات والوضع ما كان مناسبا مستقرا في الدولة العثمانية أصلا وكانت تعاني من احتضارها في آخر أيامها لكنها أخطأتوا على أن الحرب ضد الحلفاء ضد إنجلترا وفرنسا وروسيا فكانت نتيجة هذه الحرب أن تمزقت الدولة العثمانية وورثت أملاكها كما علم بعد ذلك السبب المباشر حرب العالمية الأولى أن أحد الصرب اغتال ولي أهد النمسا اغتيل على يد أحد الصرب فبعده بمدة قليلة أعلنت النمسا الحرب على الصرب الصرب من حلفاء متقليديون إلى يوم الناس هذا؟ الروس لأن الصرب أرثوذوكس والروس كانوا أرثوذوكسا طبعا هذا كلام قبل تحول روسيا إلى الاتحاد السوفيتي وإلى البلشفية والشوعية لأن البلاشفة الشوعيين دخلوا روسيا وعملوا انقلابها من مشهور سنة 1917 وأننا اتحدث عن بداية الحرب العالمية الأولى واغتيال ولي أهد النمسا كان في 1914 في مايو في شهر الخامس من 1914 فكان أكثر من ثلاث سنوات بين الحرب العالمية الأولى وبداياتها والثورة في ثورة البلاشفة في الاتحاد السوفيتي فكان القياصرة في روسيا أرثوذوكسا أيضا فساعدوا الصرب وأعلنوا دخول لهم الحرب بجوار الصرب ضد النمسا النمسا حليفتها ألمانيا ألمانيا قررت تدخل الحرب بجوار النمسا حليفتها هنا فرنسا قالت سأدخل الحرب بجوار حليفة روسيا ثم إنجلترا انضمت فصارت حربا عالمية ليش حربا عالمية وهي الآن في الكتل الغربية لأنها هي الكتل مؤثرة في العالم آنذاك لم تكن الصين بعد قوة عالمية ولم تكن يابان قوة عالمية وكانت الهند محتلة من قبل الإنجليز والملايو محتلة أيضا كل ملايو يعني اندونيسيا وماليزيا سنغافورا وبروناي وفطاني كل هذا محتل فما كانت هناك قوة عالمية في الساحة إلا القوة الغربية وطبعا أمريكا الجنوبية لا قيمة لها وأمريكا الشمالية كانت منعزلة طوال التاريخ الحديث كانت أمريكا منعزلة إلا أن تدخلت في الحرب العالمية الثانية بسبب حماقات اليابانيين وإلا أمريكا كانت معتزلة الحرب العالمية الأولى وليس لها بها علاقة إلا من بعيد بالتحالف مع إنجلترا في مواضع لكن في النهاية أوروبا هي التي كانت تمسك بزمام العالم أنذاك بعد الله تبارك وتعالى جل جلاله فقامت الحرب العالمية الأولى انفجرت على هذا الوجه ألمانيا والنمسا وتركيا في جهة وفرنسا وروسيا وبريطانيا في جهة وكان مع كل جهة بعض الحلفاء الصغار الذين ليسوا قيمة كبيرة ودخلت تركيا الحرب على هذا الأساس وتورطت تركيا تورطا كبيرا جدا في هذه الحرب التي لا ناقتلها فيها ولا جمل في أسبابها وبداياتها لكن وجدت نفسها يبدو مضطرة من خلال تهديد الروسي لها وأنها في قلب المعمعة وأنها لا يمكن أن تنجو فربما هذه كانت أحد الأسباب التي دعتها لدخول هذه الحرب حرب العامية الأولى مصر كانت دولة مستقلة اسميا بناء على مفاوضات لندن سنة 1840 أيام محمد علي باشا أعطتها استقلالا عن تركيا ثم لما دخلتها إنجلترا كانت المعاهدات باقية كما هي أن مصر دولة مستقلة طبق المفاوضات لندن سنة 1840 تتبع السيادة العثمانية اسميا طبعا وهذه السيادة تبعيتها لتركيا تقتضي أن تعطيها خراجا سنويا ومقدارا ماليا سنويا كانوا أن تغيثها إذا احتاجت تركيا في الحرب لرجال إلى آخرين معاهدة معينة فلما دخلت إنجلترا كان لها السيادة الفعلية في مصر السيادة الفعلية في مصر في أيام الأولى قبل الحرب يعني بدايات الحرب العالمية الأولى كان الخديو عباس حلمي في رحلته السنوية في الصيف التي يخرج فيها خارج مصر وكان في الأستانة يعني إسطنبول كان تلقب بالأستانة إسطنبول فهذا كلام في مايو ذهب في شهر الخامس يعني عندما اغتيل ولي عهد النمسا كانت الأوضاع في مصر تنذر بتوتر وضيق عين قائم مقام مكانه هو رئيس النظار النظار يعني الوزراء كان يسمونه بالنظار قائم مقام وحسين رشدي باشا وذهب حسين رشدي باشا لما رأى الأمور توترت توترا عظيما وأصبحت ضيقة أرسل برقيات متتالية للخديو عباس حلمي حتى يعود قال له الوضع ينذر بصعوبات وينذر بقدوم الحرب إلى مصر فينبغى أن تعود حالا تأخر خديو عباس حلمي هنا التأخر بعض المؤرخين ينسبه إلى أنه تعرض لمحاولة اغتيال ودخلت في جسدي أربع رصاصات وكان يتعالج الله أعلم ليس هناك تأكيد لهذه الرواية الذي هو الثابت أنه تأخر في العودة فلما تأخر في العودة انقطعت السبل بدأت الحرب فعليا ودخلت الحرب إلى كل مكان تقريبا في أوروبا وانقطعت السبل سبل العودة به إلى مصر ثم استطعن يعود ولما انقطعت به السبل حيلة بينه وبين مصر وصار حسين رشدي باشا القائم مقام الخديوي هو الحاكم الفعلي لمصر أنا ذاك ما عين يعني ما عين أحد مكان عباس حلمي بعد وعباس في الخارج وهو سلطان الشرعي كما يقولون على مصر معين من قبل الخليفة العثماني هذا هو الحاصل هذا هو الوضع في مصر أنا ذاك كان رأي المصريين عموما ألا يدخلوا هذه الحرب مع بريطانيا وأن يجنبوا بلادهم ويلات الحرب وتبعاتها التي لا داعي لها أصلا ودخولهم الحرب مع بريطانيا هو عمليا إعلان الحرب على تركيا التي هم تحت سيادتها فكيف يكون هذا هذا تناقض وتناقض كبير فقرروا مجلس النظار اجتمع بقيادة حسين رشدي باشا وقرروا أن تلتزم مصر الحياد في هذه الحرب هذا هو الحاصل إلى الآن هنا بريطانيا شددت ضغوط على مصر لكي تدخل حرب معها وتعلن الحرب على الدولة العثمانية لحاجة في نفسها عقوب طبعا والأسف الجرائد الموالية للإحتلال جرائد العميلة الخائنة صارت تعارض حياد مصر وتبرر دخولها الحرب بجوار بريطانيا وجوار الحلفاء وحصلت هنا حادثة مهمة توضح لنا كيف يضغط على الحكام المسلمين من أجل تنفيذ مآرب الكافرين ومآرب الإمبريالية العالمية والغطرس العالمية وجبروت العالمي ومحاولات السيطرة على العالم لما أعلنت الحرب بين الألمان والإنجليز سرت قواعد الحياة في مصر بناء على قراءة مجلس الوزراء كان هناك نائب لمعتمد الإنجليزي كان خارج البلاد كان الوقت صيفا وكان الناس تذهب خارج البلاد لبلادها فكان الرجل يسمى تشيت هام تشيت هام كان نائب المعتمد البريطاني في مصر فدخل على حسين رشدي باشا وأبلغه بضرورة أن تكون مصر بجوار بريطانيا في هذه الحرب وإلا اسمعوا فإنه سيرسل قوة بريطانية عسكرية لتعتقل حسين رشدي باشا وجميع الوزراء إن لم يصدروا هذا القرار شيء عجيب أين التفاهم؟ أين الحوار وحقوق الإنسان؟ كل هذه الذوب يا إخوة تأكدوا تماما تأكد كل هذه اللافتات التي يزعمون بها أنهم يرعون حقوق الإنسان كل هذه اللافتات تذوب وتمحي وتسقط يوم تتعارض مع مصالحهم حقوق الإنسان شيء ممتاز ومرأة حقوق الإنسان والإنسانية العالمية والحوار والأخذ والرد يكون إذا كان هذا في مصلحتهم إذا كان ضد مصلحتهم مستحيل أن نوافق على شيء اسم حقوق إنسان وأبدا هنا تنبذ كل هذه وتستخدم القوة واللغة القوة ويضحكون علينا بأنهم نؤسسون لحقوق الإنسان وأنهم هم وهم وهم والواقع يثبت كذبهم دائما وآبدا ونكمل بعد الفاصل إن شاء الله تعالى السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل يا أخوة والأخوات كنا نتحدث عن مقابلة تجارة بين تشيتهام نائب المعتمد البريطاني في مصر وبين حسين رشدي باشا رئيس نظار مصر رئيس وزراء مصر يعني وتهديد تشيتهام لحسين رشدي باشا حسين رشدي باشا وجد نفسه فريدا وحيدا الخداوي عباس في إسطنبول أعضاء الجمعية التشريعية متفرقون في أقاليمهم ما كان وقت إنعقاد كان وقت صيفا باينغ هذا رئيس العسكرية البريطانية في مصر محيط به ومحاصر له وهو ليس معه أحد فما كان منه إلا أن رضخه لأمر الإنجليز واجتمع مجلس النظار مجلس الوزراء المصري وأعلنوا دخولهم الحرب مع بريطانيا واستسلموا وكان ذلك سنة 1332 الهجرة بخمسة أغسطس 1914 واربع عشر القرار التخذ وأدخل مصر الميدان الحربي وصار هناك كلام طويل عقب هذا القرار إنجلترا انتهزت فرصة أن خداوي عباس حلمي خارج البلاد وانقطعت السبل به بالعودة بسبب الحرب أرسلت له برقية تطلب منه عدم العودة ولن نسمح لك بدخول البلاد إذا عودت هكذا لأن بينه وبينهم عداوات وأمور ما كانوا يفضلون أن يعود عباس حلمي يريدون سلطانا أو ملكا أو حاكما أكثر خضوعا منه وأقل مشاغبة من خداوي عباس حلمي الذي حصل انقسم الرأي العام في مصر إلى قسمين من اسم دخول مصر الحرب قسم يرى أن هذا خطأ كبير جدا وأنه ينبغي أن نلتزم الحياد وهذا طبعا وقسم آخر يرى أن هذا الدخول هو أمر مصيري ومهم ونحن نرتبط بالإنجليز ولا بد أن ندخل شيئنا أو أبينا طبعا هذا القسم الأخير هو الصحف العميلة للاحتلال ومن الأسف الشديد دخل مع هذا القسم الذي يرى وجوب دخول الحرب مع الإنجليز أعيان مصر مثل سعد زغلول وعبدالخالق ثروت وعدل يكن وإسماعيل صدقي وكثير من مصيريين أثرياء الذين تعلموا الخارج في بريطانيا وعادو كانوا يرون وأيضا عضاء الحكومة القائمة كانوا يرون هذا الرأي رأي لابد منه وأنه لابد من التخلص من الحكم العثماني أو من السيادة العثمانية ومتفاهم مع الإنجليز بعد الحرب من أجل نيلي الاستقلال أما القسم الأول تعبر عنه صحيفة الشعب ممثلة لسان حال الحزب الوطني ويطالب بالاستقلال التام عن بريطانيا وبقاء الارتباط الروحي والسيادة العثمانية الاسمية على مصر وعدم الإعلان الحرب على تركيا لكن طبعا هذا الرأي يؤيده أتباع الحزب الوطني وأبناء طبقات الوسطى ولم يكن لهذين الاثنين أثر في السياسة المصرية في ذلك الوقت لأن مصطفى كامل كان قد مات قبل ذلك وقت طويل ومحمد فريد نفي خارج مصر ولم يكن في الساحة من رموز الحزب الوطني من يصمد أمام سعد زغلول عبد الخالق ثروة عدلي يكن وإسماعيل صدقي وهذه المجموعة ويعني بالحقيقة هذا الرأي الذي استقر بعد ذلك وسيطرت بريطانيا على اتصالات مصر الدولية وفرضت الرقابة على البرقيات التي ترد إلى مصر والخطابات المتبادلة بين مصر والسودان وبين كافة الدول وأيضا عملت أعلنت الأحكام العرفية في مصر وإعلان الأحكام العرفية يعني أن مصر تدار من قبل مجلس عسكري وأن القوانين المصرية قد عطلت والبطش قائم والإرهاب قائم والتخويف قائم للشعب لماذا؟ لأن الإنجليز كانوا يخافون من تعاطف شعبي للناس مع أتراك ومع الخداوي عباس حلمي ما زال هناك بعض الرموز المؤيدة له في الداخل ويرونه سلطانهم الشرعي هذا لا بد من عودته يعني فاستخدموا سياسة البطش والإرهاب وتخويف الناس واعتقالهم واعتقال كل من يتكلم أو يتحدث أو يعترض على قرارات الإنجليز في مصر هذا الذي جاره طبعا بشكل واضح حاول بعض عيان مصر أن يقابلوا المعتمد البريطاني وأن يتصلوا بالإنجليز في ذلك الوقت وأن يقول لهم أن ثمن دخول مصر الحرب مع الإنجليز هو إعطاؤها الاستقلال بعد الحرب أو التفاهم على هذه المسألة بعد الحرب لكن الإنجليز رفضوا الخوض في هذه المسألة كعادتهم وحرصت طبعا السلطات البريطانية منذ بداية الحرب على أن تجند الصحف لخدمتها لأن كما قلت لكم قبل ذلك أن الصحف كانت العماد للنشر الإعلامي في مصر عن ذلك فلما كنا لك أي وسيلة أخرى غير ذلك ما اخترعت الإذاعة بعد وطبعا تصبحت حالة سيونك تلفاز ولا أي شيء غير الصحف فذلك حرصت على مراقبة الصحف وأن ترخي الحبل للصحف العميلة وأن تشده بالنسبة للصحف الوطنية التي تعترض أو قد تعترض على بعض القرارات البريطانية في مصر وطبعا عطلت الصحيفة الألمانية التي كانت تنشر في مصر ومنعت دخول أي كتاب أو جريدة ألمانية من الخارج وفي الوقت نفسه دفعت الرقابة البريطانية الصحف المصرية نشر برقيات تخالف الحقيقة لأن بدايات الحرب كان هناك انتصار ألماني واضح في بدايات الحرب العامية الأولى فتشجع الناس واستبشروا خيرا لأن الألمان إذا انتصروا معنى ذلك أن ينتصر من حلفاءهم الأتراك فالناس استبشرت بهذا وأن الحكم التركي قادم إلى مصر وأنهم سيتخلصون من الحكم الإنجليزي فدفعت الصحف العميلة إلى أن تنشر برقيات تخالف الحقيقة والواقع ولم تقبل أبدا أن تنتشر في مصر أن الألمان هم الفائزون في بدايات الحرب وطبعا حصل تضيق كبير في هذه المسألة الإعلامية هنا أيضا بعد التضيق على الصحافة تجهت بريطاني تضيق على الناس أنفسهم فأصدرت قانونا بمنع التجمهر لخمسة أشخاص هما فوق في أي مكان عمومي ظاهر في خارج المكان داخل المكان ممنوع اجتماع خمسة أشخاص هما فوق حتى الجمعية التشريعية التي أنشأت حديثا من أنشاء كيتشنر جنرال ثم صار المعتمد البريطاني في مصر هذه الجمعية التشريعية التي طبعا لم ترقت لمستور برلمان لكن يعني كانت ضعيفة لكن مع ذلك منعت من اجتماع بسبب هذا القانون وكان غرض الإنجليز ضرب أصفرين بحجر واحد أولا جمعية التشريعية لا تنعقد وبالتالي لا تصدر أي قانون ربما ربما تصدر قانون أن يخالف الإنجليز وهذا كان بعيدا في ظني لكن أيضا كانوا قوما حذرين يقطعون كل سبيل أمام كل الاحتمالات المستقبلية وفي الوقت نفسه يمنعون تجمهر المصريين والاتفاق على ربما ثورة أو نقاش حول المسألة أو اعتراض عليها أو كل هذا يمنع فلذلك أصدروا قانون منع التجمهر قانون منع التجمهر هذا طبعا قانون عجيب وغريب في عصر الحريات التي يدعيها الغرب وعصر حقوق الإنسان ثم طبعا ألغيت جميع التشريعية من أصلها بعد ذلك ولم تعد إلا بعد سنوات بعد نهاية الحرب طبعا بموجب الأحكام العسكرية صارت السلطة العسكرية لدى الإنجليزية متحكمة في مصر واتخذت مقرا لها في وزارة الداخلية المصرية كانت سما نظارة الداخلية المصرية لما أعلت الأحكام العرفية صار بعض المصريين أين تعلق؟ تعلق في الشوارع حتى ينظر إليها الناس المارة فأخذت ونزعت من الشوارع من قبل بعض المصريين أن اغتاظوا من رؤيتها فكان بوليس يتعقبهم ويسجنهم ويضربهم إلى آخر هذه الأمور أيضا ترتب على إعلان الأحكام العرفية إنشاء المحاكم العسكرية أي تألف من ضباط بريطانيين وأحكام وليس لا علاقة بقبل المصري وليست قابلة للنقض وكان يرهبون الناس في هذه المحاكم العسكرية وكانت تتفاوت أحكامهم من الجلد إلى الإعدام فانتشر الخوف والإرهاب في صفوف الناس طبعا والأسف في كل هذا اسمعوا الجرائد تتحدث العميلة لبريطانيا تتحدث حديثا عجيبا فبادرت الوطن إلى طمأنة المصريين والوطن في قيادتها رئاسة تحريرها قبطية وتأكيد التسامح والمعاملة الرقيقة التي سيلاقونها اسمعوا في ظل أعدل دولة في الأرض وفي حما أرفع الجيوش أدبا وأسماها خلقا ألا وهو جيش الدولة البريطانية العزيزة الشان تصوروا هذه جريدة تدعي أنها مصرية وتنتشر في مصر وتكتب للمصريين وتتحدث على هذا النحو من الذل والخضوع والهوان وقالت الأهرام والأهرام على أن توجهها كان متذبدا بين الفرنسيين والإنجليز لكن لم تكن يوما من الأيام مع المسلمين ولا مع المصريين الوطنيين تقول لو أننا سأن الأمة المصرية كلها رأيها في ذلك أي الأعلان الحكام العرفية والعسكرية لقالت كلها بصوت واحد هذا ما نريده انظروا للنفاق والخضوع والهوان والذل المسيطر على الناس أنا ذاك نص الله العافية والسلامة ودعت المقطم إلى عدة مرات تركيا أن تنسحب من هذه الحرب التي تدخلها بجوار ألمانيا لكن ما حصل هذا واستطاعت السلطات البريطانية أيضا الحصول على تأييد بعض كبار علماء المصريين وطلبت رئاسة مجلس الأزهر الأعلى من الطلبة الابتعاد عن التجمعات ونشرت الصحف نصيحة من هيئة كبار العلماء إلى الشعب بالتزام السكون والإخلاد إلى الراحة وقام شيخ الأزهر بفصل الطلبة المعادين لبريطانيا من الدراسة في الأزهر ويعني لابد أن نقول كلمة هنا أن العلماء 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 تراجع أثرهم في مصر تراجعا كبيرا جدا مقارما بالعلماء زمن محمد علي أو العلماء زمن الخديوي إسماعيل فكان هناك علماء كبار أثرج جمهور المصري والشعب المصري وبدايات عباس حلمي كان هناك محمد عبدو على ما قيل فيه لكن على الأقل كان رمزا مقاوما لكن بعده ما وجدنا من العلماء الكبار من يقوم محمد مصطفى المراغي على قلة وكذا لكن ما كان يوجد علماء كبار يقومون ويتصدرون ويجمعون الشعب كما كان الحال في الماضي وهذا طبعا بسبب أو نتاج تخطيط بريطاني طويل المدى وآتى كله وأثمر ثماره بعد ذلك وهناك نكمل إن شاء الله تعالى الحرب العالمية الأولى المخرج أشار بانتهاء الوقت سنكمل أحداث حرب العالمية الأولى وأثرها على مصر في الحلقة القادمة إن شاء الله إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة